اه بالنسبة لي انا البعدال يوم الفتتاح هو كان يوم بالنسبة لي ناجح دازف اجواء جميلة بزاف اليوم الثاني كان مليء بالانشطة اللي اولا الميزة ديال المهرجان هما الوركشوب لزاتوليه ديال الحرف من حرف سينما في السيناريو في الاخراج وكذلك في التمثيل لوجوه دفون الكاميرا فاليوما انطلقوا الفعالية ديال تكوين وكانت انا حضرت لهون كانت يعني لزاتوليه كانوا ناجحين بزاف واللي هما غيكونوا على المدة ديال المهرجان وغيكون الاختتام ان شاء الله ديال المهرجان هو الاختتام ديال ورشان تكوينيها الى تصلوا انهم قليلون الوقت غيعرضوا فيلم اللي غي يخدموا عليه في اطار الورشات كان كذلك هناك الندوات اللي بدأت في التاسعة صباحا واللي هي كانت ندوات مهمة وكان اقبال عليها لانه تنولت مواضيع مهمة لعندها علاقة بموضوع ديال الدورة كذلك الجميل هو انه يعني لقاعة عروض في اليوم الثاني شهدت خمسة افلام مشاركة يعني تبارك الله يعني مهرجان لي ما يمكنش ماشي ما كان عرضوش في جوجة الافلام ولا ثلاثة فخمسة الافلام هي ما سهلاش تعرضها في يوم واحد فهذه الخمسة الافلام كين تنوع كين افلام لي هي وطائقية وافلام لي هي طويلة واللي كتستمر حتى الساعات متأخرة من الليل شكرا